رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات بشمونس محمد مساء وخيري فان أهلا بحضرتك أهلا بك فان أهلا بك فان إمتى حنبدأ سيادة المستشار نادر سعد قال لي الحقيقة وده خبر كان بالنسبة لي في غاية الأمية إمتى حنبدأ وقال لي في خلال أيام هل عندنا المصانع اللي هتكفي والطاقة الانتجية والمنتج اللي حيطلع مصانع كتير استجابت ولا في مصانع ما استجابتش أشوف سيادة أولا يعني أنا من خلال برنامج سيادة أنا بقدم الشكر للسيدة الأستاذة ندين جامع وزيرة التجارة والصناع لاحتمامها الكبير بهذا الموضوع ويعقدت أكثر من اجتماع نعم نعم في قيادات الاصطناعات النسجية نعم وكانت حريصة جدا وجد المسؤولين من وزارة الصحة وهيئات المشتركة معنا وهيئة الشراء الوحد وحماية المستالك على أن يكون هناك مواصفة مطقة للمواصفات الفنية من النحية الصناعية ومن النحية الصحية طبية نعم وعشان كده احنا النهاردة فكرنا ووصلنا بعض جملائنا المنتهيين واتفقنا على إنتاج كمامة من الأطن مية في المية فتقوم قابلة للغسيل أكثر من مرة عشان نخفف العدل وده كان التوجيه والطلب الرئيسي للسيدة الوزيرة عشان نخفف العدل تكلفة شراء الكمامة من على محدود الدخل حمد لله هتنزل ان شاء الله بإذن الله وبتوفيقه وربنا يعنى مصانع كتيرة نحن نجد نكافح البلاء والوباء السيد محمد مصانع كتيرة إبلت وحتبدأ في الشغل وبشكل سريع شوف سيادتك الصناعات النسجية واخد بخط دفاع تاني في ظهر الدولة المصرية نعم وعندنا المبادئ لا في مصر أو وسطاء في بيع الكمامة لن سنكافح من يستغل لا هو قال لي انها في خمسة جديه خلاص هو سعرها تحدد خلاص احنا اتفقنا مع السيدة الوزيرة على السيدة هايل هايل انا بتكلم بقى على انها تبقى متواجدة نعم نعم ان الكمامة هتبقى بهذا بمبلغ خمسة جنيه دينا على تكليف ودراسة نعم تمت بمعرفة الوزيرة شخصية ووغدين واننا النهاردة وعندنا طاقات ووغدين تصريح وزارة الصحة وانها تبقى صالحة كله تماما ايوه هو دا لان لازم ننزل المستهنة او المواطن السلعة او كمامة مصابقة للمواصفات الصحة والفنية نعم مجرد نزول بس كماماته بس بس هي بتبقى مراحل استاذ محمد ايو بتبقى مراحل يعني المسألة في الأمور اللي زي دي بتبقى مراحل ببقى أنا كمواطن مبسوطة ان الحاجة موجودة هي غالية لكن الاستخدام مش كتير لما بندخل بقى في مرحلة الاستخدام الكتير بيبقى لازم ندور بقى على فكرة انها تبقى متوفرة وندور على السعر اسمحيلي من يامة الوافرة احنا كلنا كمجتمع عالمي اتفاجأ بانتشار كورونا مرة وكل دول العالم لم تكن مستعدة لا تطبيا ولا صناعية لفوجة هذا الفيض سؤالي الحجريك نعم نعم سؤالي الحضريفيك نعم نعم وفي قطاع سرعات النسجر لإنتاج أقمشة الكمامات وتصنعها حتى تكون في متناول الشعب سؤالي الحضريفيك انا كمواطن بشتري الكمامة اعرف منين اذا كانت اصلية ولا مضروبة حضريك من شوية بتقول لي انه ضعاف النفوس بيستغلوا المسألة دي أنا هعرفها إزاي خدوا بالكم برضو وانتو بتشتغلوا من الجزية دي بتبقى بخمسة ويروح تباحها بعشرة لا ممكن أنا لو حد عنده ما كان في البيت هيعمل له يقولك الكمامات هتبقى مغلفة في أسيات موجودة طبقا للمعاصفات القياسية اللي هي مصممة عليها وبالتالي أنا والوزيرة أعلنت ان اي مصمع هيتقدم لإنتاج الكمامة سيتم إدراج صناعة الكمامة على سجل الصناعة من خلال هي تستميها الصناعة يعني فيه الصناعة من هيئات المصارة على المصانع اللي هيتم في هذه الكمامة نعم نعم يبقى أنا كمواطن خلاص هعرف لأنها تبقى مغلفة ونضيفة وحدبان جدا من أنها تبقى يعني بتتبعها لأي عربية كده على الصيف وما يتمحش بحد يستغل صحيح شكرك فندم وتمنى أن ده يبقى في أسرع وقت أتمنى من حضراتكو كمصانع ده يبقى في أسرع وقت بشكرك فندم شكرا جزيلا شكرا جزيلا